اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وفي كلمته بهذه المناسبة اشاد الوزير بجهود المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في استضافة وتنظيم الفعاليات المهمة في مجال اختصاصه بما فيها هذه الورشة الدولية التي تمثل فرصة لتبادل الافكار والخبرات والحوار بشأن احدى القضايا الجديرة بالاهتمام وهي حوكمة الانترنت واضاف الوزير ان الوزارة كانت سباقة في دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم بفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال تجشين مشروع جلالته لمدارس المستقبل في العام 2005 وتعميمه بنجاح في العام 2009 ومن ثم الانتقال الى مرحلة متقدمة تتمثل في التمكين الرقمي في التعليم اعتقد بان المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال مركز مهم للغاية كما تكمن اهميته في زيادة الوعي بالتكنولوجيا والانترنت بمملكة البحرين وكيفية استخدامها من المهم ايضا بناء المهارات والقدرات وهذا هو الهدف من هذه الورشة الى جانب تعزيز قطاع التعليم وجود مركز اقليمي هنا في البحرين يعطي البحرين تنفسية عالية جدا ليه؟ دور المركز الاقليمي هو جلب احسن خبرات واحسن معلومة واحسن معرفة الى البحرين واقليم عشان نقدر يحصل اندماج في الاقتصاد الرقمي اللي احنا بنكلم عليه واقتصاد القائم على المعرفة والابتكار فلما انت عايز توائم التغيير اللي بيحصل لازم يكون عندك قدرة على انك تجيب احسن تجارب واحسن خبرات تعملها ازاي؟ يمها جبها عن طريق قطاع خاص يمها جبها عن طريق منظمات اممية وجود منظمات اممية وجود مركز هنا في البحرين يأدي هذا الدور سيساهم في سد الفجوة اللي موجودة حاليا في المعرفة على مستوى الاقتصاد الرقمي اللي بتشمل انترنت الاشياء بتشمل بلوكشين بتشمل ديجيتل برينتينج بتشمل كل حاجة توجد الكثير من المشاركات من مختلف القطاعات لمناقشة اهم المواضيع المتعلقة بحوكمة الانترنت حوكمة الانترنت تتناول عن كل التحديات التي تواجه الانترنت وكيفية تطويره وضمان اتصال الجميع بطريقة عادلة هناك العديد من التحديات التي من الممكن مواجهتها وهدفنا هنا هو ايجاد الحل المناسب لها الورشة تعتبر حلقة تعليمية جدا مهمة للمتخصصين في هذا المجال تقدم لهم اخر المعلومات المتعلقة بتنظيم هذا القطاع من الناحية الفنية والناحية التشريعية الجدير بالذكر ان الورشة تقام على مدى ثلاثة ايام وتشتمل على جلسات تفاعلية باشراف عدد من الخبراء تهدف الى تعزيز القدرات في مجال حكمة الانترنت الدولية وتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بالمناقشات الدولية بشأن الحوكمة